مرحلة جديدة بيمر بها فريق القرى سواء كان من التدعمات أو سواء كان من ضبط الأمور في المرحلة المقبرة أكيد الهدف منها العودة للريادة من جديد وتصحيح الأخطاء مجلس الادارة طبعا معترف فيها خلال الفترة الماضية لأن رجال الأهل اعتادوا في الفترة الأخيرة على موجات الأخطاء وعدم التبرق منها وأكيد في بعض الأخطاء وبعض الأمور اللي بيبدأوا فيها يعني زبط وتصليح المهمة مرحلة صعبة بتأكيد محتاجة تكاتف من الجميع تكاتف المنظومة سواء كانت الجماهير مع مجلس الادارة مع الأجهزة الفنية مع اللي بيتم إعطاء المسؤولية في هذه المرحلة ودايما حتى الجماهير بترفع شعار على الحلوة والمرة معاك يا أهلي وجماهير النادي الأهلي عمرها أبدا ما كانت عقبة قدام النادي ودايما بتسهل الأمور لأنها دايما بترى أن مجالس إدارة النادي الأهلي المتعاقبة دايما بتعمل لمصلحة الفريق كل مصرحة أو كل فترة ليها صرفها وكل فترة ليها الأمور اللي بتحدث فيها ولكن الأمور في هذا التوقيت ما فيه شك أنها أمور صعبة جدا وما فيه شك أن الإصلاح بيدور على قدم وساق وأن الإصلاح في المرحلة جاية هيتشاف بشكل كبير جدا من خلال الأمور اللي هتبدأ الإعلان عنها في الفترة جاية وعي جماهير الأهلي اللي دايما بيزيد ويكون العوامل اللي بتصنع دايما سرعة الخروج من مثل هذه الأحداث ودايما عودنا مجلس إدارة الأهلي أنه بيعوي ما يحدث وأنا بقول لكم أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعني تماما غضب جماهير النادي لأن في الآخر أعضاء مجلس الإدارة دول هم جماهير جماهير شايفين الموقف بشكل كبير جدا لكنهم في وضع المسئولية وبالتالي بدأت خطوات الإصلاح اللي اتفق عليها الجميع بتغيير المدير الفني طبعا النهاردة كان فيه وجود الكابتن طريق سليمان المدرب لحراس المرمى كابتن عادل مصطفى بقى موجود مدرب طبعا تعرفين الكابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت في المرحلة اللي جاية زي ما قال أمين السندوق الأستاذ خالد الدرندلي أن الفترة الجاية هيكون فيه مدير فني عالمي من الأسماء الكبيرة على ردار النادي الأهلي وأن النادي الأهلي خلاص في الفترة الجاية عشان بعض الاكتادات بتقول أحد المدربين المصريين يتولى طب الكابتن محمد يوسف هيكمل آخر ولا طب النتاج لو مش بالشكل السليم ولا كل الكلام ده اكتادات محترمة جدا لكن بعد التصرحات اللي قادلة بيها الأستاذ خالد الدرندلي أمين سندوق النادي قال الأمور واضحة جدا 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 في أن القادم هو مدير فني أجنبي للنادي الأهلي وطبعا كل التوفيق لكابتن مصطفى كمال وكل التوفيق لمستر كرتروني اللي كان فيه جلسة بتجمعه منذ قليل في النادي الأهلي مع العميد محمد مرجان ومع أمين السندوق الأستاذ خالد درندلي الراجل قعد بكل لطف وأنا تكلمت مع الأستاذ خالد درندلي قال للراجل يعني تكلم بكل لطف وتكلم فاهم وتفاهم الموقف تماما وراجل أنهى مستحقاته بشكل محترم جدا وقال إن هذا الراجل المحترم ما أثرش معه النادي الأهلي الفترة اللي فاتت كان فيها بعض الأمور لكن حقيقة الأمر إن برضو الراجل في الجلسة قال إن أنا مطالب أثر فيها أنا أقول لكم كلام وكواليس الجلسة مستر كرترون قال لأمين السندوق الأستاذ خالد درندلي والعميد محمد مرجان أنا ما طلبتش حاجة من مجلس إدارة النادي الأهلي وأثر فيها ربما تكون الظروف ربما يكون إصابة بعض اللاعبين في المرحلة اللي فاتت ولكنها هي الأقدار وأنا سعيد بالفترة اللي اشتغلت فيها في النادي الأهلي وحاولت أدي بشكل كبير جدا وأتمنى إن تكون الجماهير مز علىنا مني وأتمنى أكون أديت على قد مقدر لكن هي دي الآخر النتائج وأنا مش حزين أنا بس حزين إن أنا مشيت ما كملتش في النادي الأهلي لأنه كان عندي حلم والحلم ده تحقق على أرض الواقع والآن أنا بعيد عن النادي الأهلي وكل التوفيق للنادي الأهلي وكل التوفيق لكرترون في المرحلة الجاية محمد لأنه واحد من المدرين الفنين اللي أدى في ظروف صعبة جدا تعرف أن الأهلي كان يمتلك نقطة كان آخر ترتيبه في المجموعة ووصل للنهائي ما فيش شك إن إدارته للنهائي الأفريخي لم تكن بالشكل الفني المطلوب وأيضا إدارته بعد كده حالة ربما يكون من التراجع ولكن أو الضغوط عليه أو هو ما استحملش الضغوط لكن في النهاية الأمور بتنتهي بسلام والنادي الأهلي بيوضع كرترون اللي بنتماله التوفيق في المرحلة الجاية ترجمة نانسي قنقر